يا حلوين جبنا لكم درس نتاس جديد في الدرسينا اليوم سوف نتحدث عن بعض مصرحات أساسية في اللغة الـ HTML وأيضا سوف نتحدث عن خاصية دير وخاصية لانج بالإضافة سوف نتحدث عن العنصر الليسمى مت من نوع Charset مع قيمة UTF ناقص 8 في البداية اللي نبدأ بالمصطلح الليسمى Attributes Attributes معناه يعني خصائص أو ميزات بالإختصار العناصر الـ HTML يمكن أن يكون خصائص وترك الخصائص قد يختلف حسب النوع العنصر كيفية إنشاية مثل فيه الخاصية الليسمى Dare دير مختصر من كلمة Direction يعني اتجاه من خلال الخاصية التالية يمكن أن نقوم بتحديد الاتجاه المحتوى يمكنك الاستفادة من الكلمة التالية اللي بحث على سبيل مساء عن خصائص أحد عناصر الـ HTML على سبيل مساء عنصر Body أو أي عنصر آخر تقوم بوضع فيه Google الكلمة HTML ثم الاسم العنصر اللي سترغب ببحث عن الخصائص على سبيل مساء عنصر Body ثم تقوم بكتاب بالنهاية Attributes وغالباً سوف تجد فيه Google كثير من المواقع يقوم بشرح لكم الخصائص اللي يمكنك أن تقوم باستخدامها لعجل ذلك العنصر إذن تعلمت الآن ما هو Attributes في حال إذا سمعت ميزات أو خصائص فمننا نتحدث عن الخصائص اللي يمكن أن يملكوه العناصر الـ HTML ربما قد تسمع بعض الأحيان كلمة Element كلمة Element معناها عنصر على سبيل مساء عنصر Heed أو عنصر Body أو عنصر HTML أو أي عنصر آخر من عناصر الـ HTML إذن تعلمت ما هو الآن معنى Element بالنسبة لكلمة Tak معناها بلوء عربية يعني وصم أو علامة ربما في بعض الأحيان قد تسمع على سبيل مساء أنك لم تقوم بإغلاق الـ Tak فيقصد على سبيل مساء في مثال حالي إذا نتابقه على العنصر Body فإنه يقصد بأنك لم تقوم بوضع نهاية العنصر Body بشكل صحيح أو لم تقوم بوضع النهاية يعني كي أنك تقول لم تقوم بوضع نهاية العنصر Body يعني معنى ما تشابه مع الـ Element إذا قمت باستخدام المستلح Element فإنك تقول على سبيل مساء قم بوضع بداية العنصر والنهاية العنصر مستلح الطاق يمكنك أن تقول بداية الوصم والنهاية الوصم في لغة الـ HTML العنصر HTML يمكن أن يملك الميزة اللي يسمى Long أو الخاصية اللي يسمى Long كلمة Long مختصر من كلمة Language يعني لغة من خلال الميزة التالية يمكنك أن تقوم بتحديد للمحركات البحث أو متصفحات اللغة صفحة خاص بك على سبيل مساء موقع خاص بي يكون باللغة عربية فيمكننا نقوم بتزويد العنصر HTML بخاصية اللي يسمى Long بعدما تقوم بتحديد الاسم الخاصية تقوم بوضع يساوي ثم النوع التالي من اقتباص النصي ودمن اقتباص النصي تقوم بتحديد القيمة حسب النوع الخاصية في مساء حالي الخاصية Long فإن الـ HTML توقع من أن نقوم بتحديد القيمة عبارة عن كوت للغة إن كنا نرغب بها نقوم بتحديد اللغة عربية نقوم بكتابة A-R المختصر من كلمة عربية يعني اللغة عربية إن كنا نرغب بها نقول اللغة الصفحة يقوم باللغة انجليزية نقوم بوضع E-N المختصر من كلمة English يعني اللغة انجليزية ولا يجأ اللغة الرلمانية تقوم بوضع D-A واللغة هولندية وإلى اللغات الأخرى يمكنك أن تقوم ببحث رموز اللغات في جوجل سوف تجد كثير من المواقع يقدمون لك الرموز اللغة التي يسترغبها إن كان موقع خاص بك اللغة الرئيسية يتكون من أكثر من اللغة فينصح بأن لا تقوم بوضع الخاصية التالية لأن على سبيل مسار الصفحة التالية في الموقع خاص بك يكون باللغة انجليزية وعربية وقمت بتحديد هنا أن الصفحة يكون باللغة العربية على سبيل مسار الصفحة جوجل كروم يملك ميزة الترجمة وعندما يدخل المستخدم إلى صفحة سوف يكون لغة الأساسية لغة العربية في الوقت اللغة التالية لا يكون باللغة العربية الرغم من أنك قمت بوضع الجزء الثالي AR يعني لغة عربية هذه النقطة مهمة قم دائما بتحديد اللغة الرئيسية للصفحة خاص بك إن كان محطة يكون باللغة العربية قم بوضع AR إن كان لغة انجليزية قم بوضع EN وإن كان الصفحة موقع خاص بك يتكون من أكثر من اللغة فينصح بأعدم وضع الميزة التالية لنفترض الرغم بإنشاء موقع يكون باللغة العربية إذن نقوم بوضع AR إذا لم تعلمت وظيفة الخاصية اللغة الخاصية الثانية يسمى DARE الكلمة DARE مختصر من كلمة DIRECTION يعني اتجاه من خلالها يمكنك أن تقوم بتحديد الاتجاه المحتوى الذي يتواجد ضمن العنصر اللي يستقوم بالتزويدها بخاصية DARE مع القيمة اللي يستقوم بتحديدها يمكنك أن تقوم بتحديد القيمة RTL المختصر من كلمة RIGHT TO LEFT يعني من جهة اليمين إلى الإصار أو يمكنك أن تقوم بوضع الكلمة LTR مختصر من كلمة LEFT TO RIGHT من اليسار إلى اليمين ربما قد ترغب بإنشاء موقع باللغة العربية الموقع باللغة العربية يجب أن يبدأ محتوى من جهة اليمين إلى اليسار ولكن المحتوى في وضع الافتراضي يبدأ من جهة اليسار إلى اليمين مثل الاتجاه اللغة الإنجليزية لنقوم بوضع أي شيء في موقعنا على سمسار تعلم HTML أو أي شيء آخر مثل ما تشاهد المحتوى يبدأ من جهة اليسار إلى اليمين فهذا يعني كنت ترغب بإنشاء موقع باللغة العربية فإنك سوف تواجه مشاكل لأن المحتوى يبدأ بوضع الافتراضي من جهة اليسار إلى اليمين طيب كيف يمكنك حل هذه المشكلة يمكنك حل هذه المشكلة عبر وضع ضمن العنصر BODY ما يسمى THERE مع قيمة RIGHT TO LEFT من جهة اليمين إلى اليسار لك يبدأ المحتوى الذي يتواجد ضمن العنصر BODY من جهة اليمين إلى اليسار مثل ما تشاهد وسوف يتم حل المشكلة النغة العربية سوف يتسار بعضا منكم الساس في وقت الحالي سوف يصبح الاتجاه المحتوى إلى الاتجاه الذي يجب أن نقوم بالتحديد هو سوف يطبقه على جميع المحتوى الصفة خاص بنا طيب ما زال لو كان يتواجد على سبيل المسال دمنا موقع خاص به جزء من المحتوى أرغب على سبيل المسال بأن يبدأ من الاتجاه اليسار إلى اليمين بكورسولة لنفتره يتواجد هذه العنصر DIF ودمنها يتواجد نص على سبيل المسال باللغة الإنجليزية عن سبيل المسال النص التالي كل ما عليك أن تقوم بالتزويت العنصر الذي ترغب بجاء المحتوى يبدأ من جهة اليسار إلى اليمين بخاصية يسمى DIR مع قيمة عبارة عن الاتجاه التي ترغب بها في مثال حالي أرغب بيصبح الاتجاه من جهة اليسار إلى اليمين إذن نقول LEFT TO RIGHT مثلا ما تشاهد كل محتوى الذي يتواجد من العنصر BODY سوف يبدأ اتجاه من جهة اليمين إلى الإسار من عدد العنصر الذي قمته بالتزويته بخاصية DIR مع قيمة مختلفة مثلا ما تشاهد وهكذا يمكنك أن تقوم بتحديد الاتجاه المحتوى العناصر خاص بك مثل ما ترغب بها أنت الحرف في الاختيار الآن سوف نتحدث عن العنصر MET من نوع CHARTZ مع قيمة UTF-8 بالإختصار اللغة التي يجتمل ربما في متصفحات الحديثة يتم دعم أيضا الأحرف الغير إنجليزية وأشكال والرموز الخاصة بوضع الفتراضي ولكن كثير من المتصفحات لا يدعمون الأحرف الذي لا يكون باللغة الإنجليزية وأيضا الأشكال والرموز الخاصة فهذا يعني إن قام الشخص ما بيزيارة موقع خاص بك وموقع خاص بك يتواجه على سمسال أحرف ليس بالأحرف الإنجليزية على سمسال أحرف اللغة العربية والمتصفح الخاص به لا يدعم اللغة العربية فسوف يتمع الموقع خاص بك الذي تزالك المستخدم بالأشكال غير واضحة يعني المستخدم لا يمكن أن يفهم المحتى الذي يتواجه من موقعك وبالتالي لكي نتمكن من جعل الموقع خاص بنا يدعم الأحرف الذي لا يكون باللغة الإنجليزية أيضا وإذا الرموز هو الأشكال خاصة فينصح بأن تقوم بوضع دمن كل صفحة من صفحات موقعك العنصر MET من نوع Charset مع قيمة UTF-8 القيمة UTF-8 يكون عبارة عن صيغة ترميز الأحرف وتلك الصيغة يدعم أيضا الأحرف الذي يكون مكتوبة بغير الأحرف الإنجليزية وإذا يدعم غالبية الأشكال والرموز الخاصة قد لاحظ بعضها منكم أن هناك نوعان من العناصر لـ HTML النوع الذي يملك بداية الوصم والنهاية الوصم يعني العنصر الذي يملك بداية بشكل تالي والنهاية بشكل تالي والنوع الثاني الذي يملك بداية بشكل تالي والنهاية بشكل تالي يعني يوجد وصم البداية ولا يوجد الوصم النهاية مثل العناصر الأخرى يعني لا يوجد نهاية الوصم بشكل تالي والنوع الثاني الذي لا يملك النهاية الوصم تقوم بتحديد النهاية العنصر عبر وضع الشكل الخاص التالي حتى وإن لم تقوم بوضع الشكل الخاص التالي لن يحدث أي مشاكل ولكن ينسح بالشدة بوضع النهاية العنصر لأن في بعض المناصات سوف تواجه مشكلة في حال لم تقوم بتحديد النهاية العنصر النقط الثاني الذي لاحظه كثير منكم أن الجزء التالي يتواجد في ملف الـ HTML ولكن لم يتم عرض أي شيء للمستخدم سوف يتسار بعض منكم لماذا؟ لأنني قمت بوضع لكم الجزء التالي من النص دمن تعليقات وإي شيء يتواجد في التعليق يتم تجاهلها ولا يتم عرضها للمستخدم فهذا يعني إن كنت ترغب بأن تقوم بكتابة أي شيء ترغب بها دمن الأقوات الخاص بك ولا ترغب بأن يتم عرضها للأشخاص الذين يقومون بزيارة موقعك يمكنك أن تقوم بوضعها دمن التعليقات لبدأ التعليق تقوم بإنشاء الجزء التالي ولوضع نهاية التعليق تقوم بوضع ناقص ناقص ثم السهم التالي أثناء هذه الدورة سوف تجد درس مخصص تم الشرح لك HTML comments بالتفصيل إن كنت تشاهد هذه الدورة من خلال اليوتيوب لا تنسى تضغط على حفظ قائمة تشغيل لك تتمكن لاحقا من إيجاد الدورة بكل سهولة عبر الضغط على خيار التالي ثم سوف تجد من الخيارات القائمة التشغيل التي يحتوي على الدروس لك تتمكن من متابعة الدورة لاحقا إذا كنت ما زلت لست مشاركا في قناتنا قم بدغط على زر اشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى أعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يسألك أفضل دروس لتعلم البرمجة مجانا شكرا لكم على المتابعة أراكم في الدرس القادم لكي نتعلم مزيد إلى اللقاء